اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات راسخة على كافة الأصعدة سموه نوه بالحرص والاهتمام الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهما الله لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية نحو مزيد من النجاحات التي تفتح آفاقا جديدة في مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابية اليوم مع السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق بحضور سموه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومع السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ومع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حيث تسلم صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقد رحب سموه بمعالي رئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق في بلدهم الثاني مملكة البحرين معربا عن تمنياته بأن تحظى زيارتهم بالنجاح المنشود بما يسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وتحقيق مزيد من النجاحات في مسار العلاقات المشتركة بما يرفض الجهود المستمرة من أجل تعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعدة وتحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس النواب الأردني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص من أجل تعزيز علاقات مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية على كافة الأصعدة باربا عن تمنياتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والاستهار